لقد سمعنا أولا من صديق الأوكراني وزير الطاقة جامال غولوشينكو والذي انضم إلينا عبر الإنترنت عن الوضع الحارج هناك في رد فعلنا المفوضة وأنا فإننا اتفقنا على أن الدعم لأوكرانيا ينبغي أن يتعزز أكثر وأكثر ويتسارع وفي هذا الصباح شددت على أنه من الضروري وقف التكفير فقط بأنفسنا في الاتحاد نحن نساعد بعضنا البعض بفعل أشياء ربما تكون صعبة لبعضنا ولكن بالنسبة إليهم لأننا إذا لم نفعل ذلك فأصدقاؤنا سيعانون أكثر في هذا الصباح وطبعا ونحن في غرفة دافئة بينما القنابل الروسية تسقط على أوكرانيا والناس وقد سقطوا ضحايا وهناك الملايين من الأوكرانيين الذين ليس لديهم الدفء أو الكهرباء أو الماء كان لدي خياران إما أن أبدأ الاجتماع ونتفق على أن لا نتفق ثم نعود إلى منازلنا أو أن أتحمل مسؤولية السياسية كرئيس لمجلس الطاقة وأجمع الوزراء معا لذلك مقترحي هو كان التوافق على حزمتين وفيما يخص طبعا المقترحات لوضع سقف لتسعير الغاز وأنا سعيد لإعلامكم بأننا اليوم مرة أخرى نرسل رسالة واضحة رسالة وحدة نحن لا نفتح الشامبانيا كما يقال ولكن وضعنا القوارير في الثلاجة فحتى منتصف ديسمبر وربما في الثلاثين من ديسمبر حين نلتقي مرة أخرى في المجلس الطارئ لنا أنا سعيد بأننا اتفقنا على القانونين بشأن شراء الغاز وإجراءات التضامن وأيضا بالسماح ببرامج أو توسيع برامج الطاقات المتجددة وطبعا نحن وحاجة إليها طبعا التبني هذا التبني سيتماشى مع الاتفاقيات السياسية بشأن تصحيح الأسواق والذي تحدثنا عنه اليوم أيضا طبعا المحادثات كانت ساخنة وستعلمون بأن هناك رؤى مختلفة بشأن التسعير ولكن كان هذا جدلا أو افتتاحا لجدال ربما سنصل إلى اتفاق في ديسمبر عبره الرئاسة ستعكس للمحادثات وستنظر في طرق بعد أن ننتهي من مؤتمرنا الصحفي هذا وفي النقطة الأخيرة أود أن أذكر أيضا طبعا ما حدث أثناء الغداء وبعدما دعيت طبعا من وزيري الطاقة لأنمسا والتيك وطبعا تحدثنا عن إجراءات على المدى القصير والمتوسط لمواجهة أزمة أسعار الطاقة وأيضا التنافس وأثر ذلك على الصناعات في أوروبا معظم الوزراء اتفقوا على أننا كعائلة ينبغي أن لا نعمى أو نتعامى عن الحل على طويل الأمد فعلينا أن نتكاتف ونبحث عن إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار طبعا هذه قضية مهمة وسنستمر في عملنا وإذا لم ننجح في جعل اقتصادنا يعمل فلن نستطيع دعم أوكرانيا وعلينا أن نتفادى مثل هذا السيناريو طبعا هذا كل ما تحدثنا عنه اليوم إذن شكرا شكرا سيدة الوزير الآن سيدة المفوضة شكرا ومساء الأخير كما ذكر السيد جوزيف كانت هناك قرارات وأنا ممتنة للرئاسة التشيكية بأن تبدأ وتطلق هذه المحادثات وأيضا دول الأعضاء لدعمها الواسع وكما ذكر فإن الوزراء يتوصل إلى اتفاق سياسي أولا بأن يكون هناك شراء مشترك للغاز وحتى طبعا يكون هناك آلية نعمل عبرها لنصل إلى 13.5 مليار متر مكعب من الغاز حتى نملأ خزاناتنا وثانيا أيضا لأن نطور أيضا طبعا الطاقات المتجددة وطبعا الآن ما هو موجود طبعا لا يعكس ما يحدث حقا في السوق وثالثا إننا حتى نتجنب طبعا التقلبات والتذبذب في سوق الطاقة ورابعا لتعزيز التضامن الأوروبي ولنظمنا أنه إذا حدث أمر طار فلا دولة ستكون لوحدها وخامسا سنسرع طبعا التكنولوجيا التي ستحدث الفارق والتي تحدث الفارق فعلا في هذا الشتاء وذلك عبر مثلا الطاقة الشمسية وغيرها وأيضا بأن برامج أو المشاريع الطاقة المتجددة بأن نسرع في تطبيقها طبعا هذه الأجراءات هي كرد على الأزمة الحالية وأنا سعيدة لأنني رأيت اتفاقا بين الأطراف على الطاولة ولذلك نحن نأمل بأنه سيتم تبني هذا الاتفاق في الأسبوع المقبلة طبعا لم يكن هناك شك في الغرفة بأن هذه الإجراءات عاجلة وضرورية جدا ومع القوانين أو مع المخزون والطلب وأهداف الطلب بنسبة لشهر يوليو فهذه الحزمة تقدم ردا على تحديات أسواق الغاز لقد رأينا تداعيات كل هذه الخطوات على أسعار الغاز حيث انخفضت من ذروتها في الصيف إلى أقل من نصف ذلك السعر الذي كان في أغسطس ولكن لا تزال هناك نقطة وهي محاولة مواجهة الأسعار التي لا تعكس واقع الأسواق والمفوضية اقترحت المبادئ مثلا آلية التصحيح في الثامن عشر من أكتوبر وأيضا قدمنا المقترح قبل يومين الاختراح الكامل وبدأنا المحادثات اليوم وأود فقط أن أشير إلى أننا قد فوضنا من المجلس الأوروبي في أكتوبر لنقترح إجراءا مؤقتا من دون أن نخاطر طبعا